السلام عليكم و اهلين بالشباب انا بحبش اعمل فيديوهات كتيرة لاني ما بحبش اعمل فيديو الا اذا كان يستاهل علشان ما ضيعش وقتكم قبل ما بدأ الفيديو ده احب اضحكوا على حاجة انا عملت فيديو من يومين على جماعة امت علامات صلاة مزورة دي وجات لي بعد الرسائل من الناس بيعتقدوا ان العلامات الصلاة اللي مطبوعة مع القورة دي علامات صلاة حقيقية معرفش ازاي عقلهم وصل انها ممكن تكون علامات صلاة حقيقية طب مثلا هو الشعراوي ما عندوش علامة صلاة هو الشعراوي كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي شوفوا الفيديو اللي جاي ده وشوفوا لي الاخر مش تنمش ديئة ولا تنمش هتندوم اتفضانوا ادي الشعراوي كمان حتى الشيخ الشعراوي ما عندوش علامة صلاة ايه الشعراوي ما كانش بيصلي شوفوا حضراتكم الصور دي هتلاقوا كل صورة مرسومة يعني علامات الصلاة دي مرسومين كل واحد رسمها بقدي اللي جاي بشاكوش اللي عملها عند النجار اللي عملها عند الحداد اللي عملها عنده دكتور يعني كل علامة من علامات الصلاة مرسومة مفيش ولا علامة صلاة حقيقية من كل العلامات اللي انت شايفين هدول في علامة صلاة علامة استفهم عمروك شفت علامة صلاة ثلاث اماكن مختلفة ده قلو قلو ولا شوفوا عملات الصلاة اللي جاي دي عين عين بالزبط في علامة صلاة زي العين كده ولا علامة الصلاة دي دي علامة صلاة ولا واخده ضربة مرا زب على وشه ولا شوفو ده ولا اللي طالع في المقدر جديد ده ولا ده بقى مش عارف نحط علامة الصلاة فيها لسه بتكبر ادي علامة الصلاة الحقيقية يا دوب اكتبان يا دوب والسبب إنها بانت لأن الرجل في الجيش ما بيصلوا في الجيش ممكن يصلوا على الأرض ممكن يحط ورقة يحط عليها رأسه يعني غزبا عنه بتبان يعني لو الرئيس السيس ده ما كانش في الجيش كان في أي وظيفة تانية ويقدر يصلي على سجادة ما كانش أصلا هتبان علامة صلاة يعني الجيش هو اللي خلاها بانت غزبا عنه قديل علامة الحقيقية الدكتور أحمد عكاشا بيقول إن زببت الصلاة كبح ومرض جلدي وليس الدليل على التدين اقرواها انتو يعني أظن بعد كده ده مؤكد إن الجماعة اللي ضربين مرزبا على قردهم دول شوية مزورين والمفروض أي حد يشوف أي حد منهم يضحك عليه ويقول له إيه اللي انت عامله في نفسك ده يعني الناس دي فاهمين سماهم على وجههم فهمة غلط سماهم على وجههم مش إنك تخبط قردك بالمرزبا علشان كده يبقى بتصلي نهر سود سماهم على وجههم إنك يكون قلبك عامر بالإيمان فتحس براحة نفسية بينك من ربنا عمار فهتلاقي وشك منور لوحده ده سماهم على وجههم ليس سماهم على وجههم إنك تجيب حجر وتفضل تخبط في أورتك علشان أورتك تورم وتقول ورمت من الصلة على فكرة أنا كمان سماية على وجهية أنا كمان عندي علامة الصلة بس علامة الصلة بتاعتي بقى بالألوان كل يوم بلونها بيتغير عاملة زي علامة الريمبو كل يوم بلون جديد أريكم علامة الصلة بتاعتي هم فاكرين نفسوها من نوم أحسن مني أو إيه؟ لا 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 ده إحنا وصلنا خالص ده إحنا فوق شوف علامة الصلة بتاعتي وا VAI وا leaves أي عامة الصلة عاملة زي علام البلون كل يوم بلون هذه قدتحطة للضحك حضراتكم تعرفون عائلة راتشيلد العالم اللي عا Fach up اللو اسافة أنا قلت الكلام ده قبل كده وقولي الكلام ده بجد يعني لما يقول العالم له صحاب حقيقي العالم له صحاب يعني فيه 13 أسرة في العالم بيتحكموا في العالم ده كله 13 أسرة بيتحكموا في العالم على رأسهم عائلة روتشلد الوحدها بتحكم أو بتمتلك نصف صروات العالم عائلة روتشلد الوحدها بتمتلك 500 تريليون دولار وبقية الاثر بقية الاثناشر أسرة بيتحكموا في 250 تريليون دولار يعني العالم كله بيلعب في ربع الصروات وتلاتة ربع الصروات مع عائلات كلها يهودية معظمها يهود يعني عائلة روتشلد يهودية إلا ما يعرفش عائلة روتشلد هبقى أعملك فيديو خليكوا تقرؤوا نبزة صغيرة عن عائلة روتشلد اللي بتتحكم كمان في التلت المية العزبة اللي في العالم عيلا واحدة بتحكم تلت المية العزبة اللي في العالم خليكوا تقرؤوا معلومات بسيطة كده عن عائلة روتشلد اللي عايز يعرف عنها حاجة وبعدين أنا هبقى أعملكوا فيديو عن كل العائلات اللي بتتحكم في العالم عائلة روتشلد دي عايشة في جزيرة والجزيرة دي أصلاً ما هيش موجودة على أي خريطة يعني ليه لأن هي العائلة دي بتتحكم في الأمار الصناعية في العالم كله فهي اللي بترسم الخريطة فالجزيرة اللي هم عايشين فيها مش موجودة أصلاً في أي خريطة يعني الجزيرة موجودة ولكن مش موجودة في أي خريطة ما فيش ولا أمار صناعها هيظهرها أصلاً يعني عايزوا عاملة كده زي ما يكون طب سيكريت يعني ما يعرفش مكان الجزيرة دي غير أعداد قليلة من المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلي حتى مخابرات دول فرنسا والمانيا ما يعرفوش فين عائلة روتشيلدي عايشة عائلة روتشيلدي أكتر عائلة خايفة من الصين الصين لو كبرت وبقت أقوى من أمريكا وبقت أقوى من روسيا وحكمت العالم هتأمم كل ممتلكات عائلة روتشيلد وهتأمم كل ممتلكات لل13 عائلة اللي عايشين في العالم لأن الصين دولة شيعية فده اللي مخلي عائلة روتشيلد خوفها من الصين لا تتخيلوه خوف عائلة روتشيلد من الصين ما عندهاش منع أنها تتسبب في حرب عالمية تالتة ومن هنا جه اتفاق عائلة روتشيلد مع بوتين أنهم يقبروا وفي المقابل بوتين يتحد مع أمريكا مع كل دول العالم وأمريكا وروسيا هيجمعوا كل دول العالم بحيث أنهم بوتين وأمريكا وكل دول العالم يتحدوا ضد الصين فهمتوها؟ فهمتو إزاي حصل الاتحاد ما بين بوتين وما بين أمريكا؟ مش بين بوتين وجو بايدن جو بايدن يعني كويس أو أنه فكر اسمه جو بايدن يعني لازم حد يفكره يعمل إيه علشان يتخذ أي قرار في أي حاجة الناس فكرين أن جو بايدن هو اللي محكم اللي ممشي العالم دول شوية جهلة ما عندهم مش بكرة عن السياسة جو بايدن راجل خلاص كبر في السن ومريض وزاكرة وضعيف اللي ممشي أمريكا هي وزارة الدفاع واللي بيتحكم في العالم كله هي الصهيونية العالمية بكيادة عائلة روتشيلد فيهمتوها ومن هنا جه الاتفاق أنه زي ما قلت لكم بوتين بيلعب بيشتغل لمصلحة أمريكا يعني الناس مش عايزة تصدق لأن الناس بتفهمش من السياسة عائلة روتشيلد قررت أنها تقبر بوتين في مقابل أنه وتعطي الأمان طبعا في مقابل أنه بوتين وأمريكا كل دول العالم زي ما قلت تتحت ضد الصين وتضمر الصين أو تقسم الصين علشان الصين لو كبرت هتضمر عائلة روتشيلد هتأمن كل مفتلكاتها والصين هتعرف هم عايشين فين من الصين أكوى دولي في العالم يعني مفيش حاجة تستخدم عنها ومن هنا جاءت الفكرة فكرة احتلال أوكرانيا كانت فكرة من عائلة روتشيلد بحيث أن يحصل تأسيم لأوكرانيا وبوتين ياخد نصها وأمريكا تاخد نصها بالطريقة دي اقتصاد روسيا هيتحسن وبوتين هيكبر وبرضو اقتصاد أمريكا هيتحسن ولأن أصلا اقتصاد الدولتين ما هواش في أحسن أحواله في الوقت اللي فيه اقتصاد أوروبا متحسن جدا فقالك لا احنا نضمر احنا نضمر أوكرانيا احنا أسامها بين أمريكا وروسيا وفي نفس الوقت نص دم أوروبا شوية بحيث أن اقتصاد أمريكا يطلع واقتصاد روسيا يطلع وفي نفس الوقت نبقى ضمنا أن بوتين حيفضل ماسك حيفضل هو الحاكم لروسيا لأنه طبعا طبعا هنكبر بوتين مستوى المعيشة في روسيا هيتحسن الاقتصاد الروسي هيتحسن الناس فاكرة أن فيها الحرب دي ما بين أمريكا وروسيا وأن العقوبات بتأذي بوتين وبتأذي روسيا يعني أنا الناس بتفهمش في السياسة وأنا عمل أحرق قلبي وأحرق أعصابي عشان أخلي الناس بتروع القنوات دول يفهموا السياسة لكن عندهم إصرار غريب أنهم يفهموش يعني الحرب دي نهايتها هيكون اقتصاد الروسي هيتحسن و الناس اللي متابع هيلحظوا أن الروبل الروسي بدأ يتحسن فعلا والحرب شغالة الحرب لسه شغالة والروبل مع كل العقوبات والروبل الروسي اتحسن أكتر من قبل الحرب يعني أعمل لكم إيه تاني عشان أقنعكم عشان تصدقوا أن فيه اتفاقيات ما بين روسيا وأمريكا في موضوع حرب أوكرانيا دي يعني أعمل لكم إيه أنا مش عارف الاقتصاد الروسي هيتحسن معيشة المواطن الروسي هتتحسن ومن هنا بوتين يفضل في الحكم طول ما هو عايش طول ما فيه نفس علشان هيجي الوقت اللي الصين تحتل فيه تايوان فساعدها بقى روسيا وكل الدول اللي مع روسيا وأمريكا وكل الدول اللي مع أوكرانيا هيتلفوا حوالين الصين ويحاولوا يسكطوها إما إسكاط الصين أو تأسيم الصين أو حربة عالمية لأن عائلة روتشلد مستحيل توافق إذا الصين تكبر ما عندهش بنيع أبد تحصل حربة عالمية لو حصلت حربة عالمية العالم كله هيموت وهتفضل عائلة روتشلد اليهودية وكل عائلات أغنية عايشين لأنهم هعايشين في جزر بعيدة عن العالم كله أصلا الصين ما تعرفش أماكنهم فين عشان تضربهم فالعالم كله هيتضمر وبعد ما البحار هتطلع أربعة كيلو المية تزيد أربعة كيلو والعالم يموت المية هترجع ترسي تاني وهترجع عائلة روتشلد غنية تاني عندها ملايين من الأطنان من الدهب والمجوهرات مخبياة وعندها التكنولوجيا الموجودة طبعا التكنولوجيا بعد الحرب العالمية الثالثة التكنولوجيا هتتضمر هنرجع تاني نضرب حجرين في بعض علشان نولع ولكن الأسس موجودة الكتب موجودة يعني كل التكنولوجيا اللي هتتضمر في الحرب هيعيد هتعاد انتاجها مرة تانية لأن كل حاجة مكتوبة في الكتب والكتب دي محفوظة في أماكن مش هتوصلها الحرب خدت بالكم يعني حتى بزور بزور الزرع البزور اللي بتطلع الأكل موجود بزور من جميع أنواع المأكلات سواء فاكهة أو قطنيات أو أكل بصفة عامة كل أنواع البزور في مخازن موجودة في أماكن بعيدة كل البعد عن أي مكان ممكن توصلكم بولاناوية بحيث أن بعد من الحرب تخلص تبدأ حياة من جديد ناس قليلين ولكن هيكون في اليهود مسكين لعالم بفلوسهم وعندهم الأكل وعندهم التكنولوجيا وعندهم كل حاجة يقدروا يبدو العالم من جديد ويكونوا هما الأسياد برضو يعني حتى بعد العرب العالمية الثالثة هيبقى اليهود هما اللي مسكون العالم هي هيها هي هيها لأنهم هما اللي هيخططوا للحرب العالمية الثالثة لأنهم عندهم أطنان من الدهب مخبينا تحت الأرض عندهم الزراعاء عندهم البزور مخبينا عندهم كتب مكتوب فيها إزاي يرجعوا يرجعوا التكنولوجيا من تاني يعني التكنولوجيا هتتدمر هيقدر يرجعوها يصنعوها من تاني لأن الكتب موجودة فهمتوا يعني العالم هيطلع من جديد أفضل من الأول ولكن مع ناس قليلين وهم اللي هيحكموا العالم والله هيتفضل بقى أعايش غالباً هيكون في أفراكيا وآسيا هيبقى إحنا يعني أفراكيا وكده خدمين بقى عند اليهود هيبقى العالم كله اللي هيفيد عايش من حرب العالمية الثالثة هيكون ناس الفقرة في أفراكيا وفي أسيا وهيكون نهايتنا أو نهايتهم خدمين عند اليهود اللي هما هيكونوا أغنياء وعندهم التكنولوجيا وعندهم المام وعندهم الدهب وعندهم كل حاجة فهمتوها؟ ده المخطط يعني إما أن الصين تتضمر وإما أن تقوم حرب ليه؟ لأن لو الصين كبرت عائلة روتشيلد والتلاتاشر عائلة حيتضمروا فقال لك لأ أنا ومن بعد يا طفان فهمتو؟ ومن هنا جه المخطط بتجنيد بوتين أو شراء بوتين علشان يبقى مع كل الدول وتلاقي مثلا حديك دليل على أن الكلام اللي أنا بقوله صاح مثلا ده الهند الهند مع روسيا ضد أمريكا أمريكا ما عاقبتهش في حاجة هل أمريكا وضعت أي عقوبات على الهند مع أن الهند ماشي مع روسيا في نفس الطريق؟ أبدا لكل الدول اللي مع روسيا ما فيش مشكلة عند أمريكا لأن روسيا نفسها مع أمريكا فساعة الجدد روسيا والدول اللي مع روسيا حينضموا الحزب أمريكا فإيه هيها؟ ولكن الدول اللي مع الصين هي اللي تعاقب زي مين؟ باكستان هي اللي هيكون عندها مشاكل أي الدول مع الصين هي اللي هتعاقب فهمتوها أم لا فهمتوهاش؟ أنا بقول الكلام ده عشان الناس اللي لسا تمراجبين قطر الصعيد وفاكرين أنهم انزلوا في اسكندرية يفهموا الدنيا ماشية إزاي؟ لازم تفهموا الحقيقة لأن ممكن ببساطة تقوم حربة عالمية ثالثة لو لما الصين تحتلل تايوان ولو الصين رفضت أنها هتتقسم لأنهم لازم هكون في تقسيم للصين ساعتها ممكن تكون حربة عالمية ثالثة لأن لا هيحصل كالآتي تايوان هتحارب وأمريكا بتديها أحرص لأسلحة تايوان هتحارب مش هتسكن في 24 ساعة نفس الوقت هتلاقي جمهة تانية جمهة اللي هي في أفغانستان دول طالبان هيحاربه وعندهم الحجة المسلمين متهضين في الصين فالصين هتلاقي حرب في تايوان حرب في طالبان مخنوقة من كل الاتجاهات ما هيطبق عليها كرون السوفت وكل الدول مش هتعاملوا على الصين في الوقت نفسه الطلبة الشباب الصيني الجيل الجديد من الصينيين هيعمل مظاهرات جوه الصين لأنه مش عجبه النظام الحالي في الصين فالصين هتلاقي نفسها حلم لاتنين ضمار وتأسيم إما أنها توافق تتضمر وستتأسم أو تقول علاوة أعداني وتقول حربة علامية ثالثة فلازم الناس يعرفوا الحقائق عشان يعرفوا يتصرفوا ازاي ما ينفعش أبدا أنه نكون ماشيين وراء الطيار ونساعد أمريكا في تنفيذ المخطط بتاعها ونقول أنه نحن بنكره أمريكا يعني قراهية الناس لأمريكا بتخليهم يساعدوا أمريكا من غير ما يحسوا إزاي بتساعد أمريكا؟ مجرد أنك تسد مجرد أنك تسد أن أمريكا عندها مشاكل مع بوتين مجرد أنك تسد أن أمريكا عندها مشاكل مع السعودية والإمارات ده في حد ذات مساعدة لأمريكا لأن أمريكا عاوز الناس يصدقوا الكلام ده أمريكا عاوز العالم يسهد إن عندهم مشاكل مع بوتين عاوز العالم يسهد إن عندهم مشاكل مع السعودية وإحنا لو صدقنا ونشرنا الكلام ده فإحنا بنساعدهم فهمتها لا فهمتهاش يعني قراهية الناس لأمريكا خلتهم يسهدوا أمريكا من غير ما يعرفوا لأنهم مش عايزين يتقبلوا إن بوتين عميل عند الصحيونية العالمية مش عايزين يتقبلوا الحقيقة دي بوتين ده إله بوتين ده جهة من عند ربنا بوتين إله بوتين منساعد من تاني يوم حرب أوكرانيا هو بيقتل في المدنيين بوتين من تاني يوم حرب أوكرانيا هو بيقتل في المدنيين والحد النهاردة أقول لك إحنا بنضربش مدنيين من يومين ثلاثة رمى صاروخه على محطة قطر ما فيهاش غير الستات والأطفال ليه؟ عقابا علشان اللي حصلوا في مجلس الأمن لما طردوا من حقوق الإنسان حقوق الإنسان طيب أنا هقتل لكو شوية ستات وأطفاله والمشانة أنا أعملتش حاجة وفيه ناس بتصدق أنه مش هو الراجل بقاله شهر ونص بيقتل في مدنيين بيهد المدن كاملة مدن كاملة بيهدها يعني يعني ما فيش المدينة اللي بيخشها بيخلص عليها على ناسها وعلى بيوتها ويقول لك أنا بقتلش مدنيين وفيه ناس عايزة تصدق كلام دا لأنهم عايزين يصدقون كلام دا علشان forma ما يستطيعون أن الحج بوتن هو اللي سلسلهم من الريكا ما يعرفوش ان الحج بوتن، فتو البعض échاء بينها ما يعرفوش ان الحج بوتن هو العصائر بتاع تلك الصهيونية العالمية ما يعرفوش ان حج بوتن متافق مع الحج بايدن كل بنت given israel و 떠حد إلى الحقيقة لقد كنت سعيده امريكا و تعيده اسرائيل, والصيونية العالمية اقراهوا امريكا دعين لكن ما نجد suisبية الحقيقة. ما بقول لكوش احبوا امريكا اكرهوها. بس اعرفوا الحقيقة. زي ما قلت لكم قبل كده نهاية حرب روسيا و اوكرانيا. في خلال الشهر اللي جاي ده بوتين هيحتل دونباس. وهيعمل مجزرة. يعني الاول كان فيها دلع. لما كان الدبابة روسية تخرج ويخرج عليها متظاهرين. ما كانوش الجنود بيقتلوا المتظاهرين. دلوقتي الدبابة تقول لهم تمشي في الشارع و اي حد هيخرج ادرموه النار. هتحصل مجازر في دونباس. مجازر. ليه? لان اللي هيتظاهر هيكون من الاوكران. لان دونباس فيها روس واوكران. اللي هيتظاهر ضد الروس هيكون من اوكران. فهيتفتح عليهم النار. مش هيكون فيها مرحميني تاني. هيكون في مدابح. عشان كده اللي موجود حاليا مش الجنود الروس. اللي موجود جنود من من داعش. امريكا بعثتهم. عشان كده هتليهم بدلين وشهم. هتشوف هتكون بدلين وشهم. مش هيبانه تاني يعني زي الاول. وجنود من اسمها اي دي الشيشان. اه وجنود بصفة عامة مرتزقة. من واقنر. يعني الجنود اللي هتحارب دلوقتي مش الجيش الروسي النظامي. لان الجيش الروسي مش عايز يحارب. الجنود الروس مش عاوزين يقتلوا الجنود الاوكران. فبوتين هيغير جاب جيش مختلف. يعني امريكا اعطيته بتوع داعش يحارب معه. وجاب الجماعة بتوع الشيشان. وشوية بلطة جاية من واقنر. وهيبدأ باقي مش هتبقى حرب دلع زي الاول. لا حرب اللي هيقابنة هيضربه النار. خدت بالك. ده مؤقتا لحد ما يحتال دونباس وهياخد ماريبول. مدينة ماريبول فيها لقل عمية الف ميتين دلوقتي. ميتين. يعني هو بلسه الناس بدخلوش. لان ما فيش حد بيخش. اللي موجود في دونباس روسيا هتخدهم وهتدفنهم. يعني عمري ما الناس اللي في ماريبول هيبانوا انهم ميتين. لان ما حدش يخش ماريبول. لان خلاص روسيا احتلت. فمجازر يعني في مجازر حصلت ولسه هتحصل. وهي زي ما قلت لكم. الشهر الجاية والشهر البعد وهتلاقي اللعبة هدي. كل عقوبات تشالد. مترول هيوصل ل 70-80 دولار. عشان الاقتصاد الامريكي يتحسن. عشان انتخابات امريكا شهر 11. والسنة الجاية يبدأ موتين يبدأ القرى مرة تانية عشان ياخد الشرق الاوكراني كله. لازم ياخد شرق اوكرانيا بما فيهم شرق كييف. لحد النهر. عشان يكون فيه نهر فاصل بين كييف الشرقية وكييف الغربية. وهيستخدم اسلحة كيموية. هيستخدم في كييف الغرب الشرقية اسلحة كيموية علشان الناس يتقتلوا ويمشوا. والمباني تفضل سليمة. يعني بوتين هيستخدم مجازر. مجازر علشان الناس تهرب. ليه? هتوقف قدامها هتتقتل. فالناس دلوقتي بتقاوم وبتخرج وتتخاني مع الدبابات. بعد كده ده خلاص تاريخ انسى. اي حد هيخرج قدام الدبابة هندرب بالنار. فغزبا عن الناس هيتبص لو امسهبوا اوكرانيا الشرقية وهربوا. لان هيكون فيه قتل على طول. الجنود الروس ما كنوش عايزين يقتلهم لان الجنود الروس بترفض. دلوقتي معدوش روس. جبنين لك داعش. جبنين لك من الشيشان. الناس ما عندهمش قلب. هيقتلوا على طول. ومن هنا اللازم بوتين هيحتل اوكرانيا الشرقية. وامريكا هتسيطر على اوكرانيا الغربية. وتبدأ بقى الحرب البردة. الحرب البردة. هتبقى لكم حرب بردة. العالم حاسس ان فيه حرب ما بين امريكا وبالروسيا. ما يعرفش انهم اصدقاء. قدام العالم حرب. في السر اصدقاء. زي. ده نزم امريكا يا جماعة. هو ده. ده الكتالوج اللي بتمشي عليه امريكا. عملت الكلام ده مع صدام حسين. عملته مع ياسر عرفات. عملت دلوقتي مع بتاع صد النهضة ابي احمد. هي دي سياسة امريكا محفوظة. محفوظة. طلبة تقول لك ده عدوي. شغالة معها في السر. معروفة. سياسة امريكا خلاص انكشفت للي عايز اكشفها. وتبدأ بقى حرب بردة بقى. حد ما تشوف الصناة تعمل ايه. وساعتها نشوف يكون في حرب عالمية ثالثة ولا لا. ده. دي خلاصة القصة. اللي عايز يصدق يصدق. اللي مش عايز يصدق اخليك راكب قطر اصوان وبقى بني لما تنزل في اسكندرية. بالنسبة لصد النهضة اللي الناس لسا قلانا عليه. انا قلت لكم ما تصدقوش ان فيه صنط واحد ارتفع من ممر الوسطاني الا لما تلاقوا صور قريبة. صور قريبة مش بالامر الصناعي. امر الصناعي مبينش حاجة. لما تدلك صور قريبة وبين الممر الوسطاني بيتبني ساعتها نصدق. لكن لحد ما الصور دي تيجي انا شخصيا بقول ان مش هيكون فيه ملء ثالث ولا حتى الممر الوسطاني ده هيزيد حاجة. لحد دلوقتي اللي بيحصل في الممر الوسطاني انهم بيسدوا الفتحات اللي تهدت من. تهدت فتحات. بيردموها. ولو شفت اي صور من الامر الصناعي هتلاقي ان لسه خضرة من الشفيتش. لما الرد من ده ينشف. ويساوم الممر الوسطاني وكله يبقى مساوي وكله يبقى شكل واحد. ساعتها بقى هيخلوا الناس يشوفوا بقى الممر الوسطاني. وساعتها بقى يبدأوا يتكلمهم هنعلي ما نعليش. وانا مصر على اني مش هيحصل ملقة ثالثة. مصر. ملاحش حال. عشان يحطوا الثلاثة مليار السنة دي تقوى السنة جاي. يعني انا حسبتها كتير. حسبتها كتير. وفي كل مرة بتيجي مفيش ملقة ثالثة السنة دي. اللي لو كان في حاجة بقى انا معرفهاش. ممكن يكون في ملقة ثالثة ويحط ستة مليار سبعة مليار متر مية اي سبعة مليار متر مية في حالة واحدة. لو كانوا عزيزي السد يقع ويشيروا السودان من على الخريطة. ممكن. يعني هو سودانيين هيكونوا اغلى من الاوكرانيين. ممكن. يعني مثلا لو لقينا الامار الوسطى ده في ايد بني وعلي. يبقى نصيحة للسودانيين انهم يبدأوا يشتروا مراكب. يبيعوا بيوتهم. يبيعوا بهيمهم. يبيعوا ستاتهم. يشتروا مراكب. ليه? لان السد هيقع. هيقع. المخطط ان السودانيين يموتوا. المخطط ان امريكا واربا لو ده حصل. هيبقى المخطط مش بس تأسيم واحتلال اسمها ايدي اسيوبيا. لا. وكمان تأسيم واحتلال السودان. لان اصلا هو ده من ضمن المخطط. يعني اوروبا محتاجة مكان. اوروبا محتاجة مكان تنقل ناسا فيه. فبدأت باسيوبيا. الله اعلم ان كانت تأخذ السودان ولا لا. بس اصلا ما فيش مكان للشعب الاوروبا الا فافراقيا. هتبدأ باسيوبيا. لو 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 سد اه 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 ات ات. لو حصل ملء ثالث تبقى معا كده ان في في مخطط ان السد يقع وسودان تتشال من على الخريطة بحيس ان يبقى نص السودان اه يروح لاوروبا. ولما السودان هاتتشال احنا كمصر هناخدوا النص ونص الثاني النص التاني اوروبا هتاخدوا. ومش سيدان كلها يعني أوروبا لازم تاخد النص يعني لو لقيتم الممارة الوسطان ده بيتسد يبقى لازم تعرفوا ان سدها يقع ولازم السودانيين يبدأ يشتروا مراكم إن لو عايزين يموتوا بقى ربنا عايز كان الناس الأغنية في العالم معادش عندهم رحمة الصهيونية العالمية معادش عندها رحمة وعايزين ينظموا العالم من أول وجديد في دول كثيرة ستتشلم على خريطة قريب يعني أنا شخصيا عارف أسيوبي أسيوبي ستتشلم على خريطة ليس سيتفضل غير أديس أبابا أبي أحمد سيحكم أديس أبابا والشعب أديس أبابا سيعيش حياة كويسة جدا لكن بقيت الدولات الأسيوبية يظلوا اللعب بعض ويتخنق مع بعض وفي النهاية سيكون أوروبا تحتلهم وبمزاجهم أن أبي أحمد سيسلمها لهم على طبق من ده والذي سيحصل في أسيوبي سيحصل في دول كثير في أفراك ولكن دولة دولة لأنه بس ما يحصلش للسودان ولو حصل اشتفر بالنسبة لنا كمصري كده كده حتى لو السد وقع والسودان تشلت من أخرين مصر مستفيدة سيكون لدينا 20 مليون سودان سيكون لدينا 20 مليون سوداني ولكن هم سيكونوا سيكونوا على أرضهم سيكونوا على أرضهم سيكونوا على أرض السودان كده كده مصر ليس خسرنا حاجة مهم كلها شهره سنرى ما سيحدث اي حد يريد تابعني سجلوا نفسكم في قناة الحقيقة الغائبة لأن بعد شهر أو اثنين بكثير سأضع أي فيديوهات على القناة سأخذها للإنجليزي فإلا عايز يتابع إلا عايز يروح للحقيقة الغائبة أنا عرفتكم قبل كده توصلوا هناك في 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 صندوق الوصف سأتلاقم كل القنوات اللي أنا مشترك فيها عندي كذا قناة موجودين في صندوق الوصف لغير إن عملت فيديو مخصوص معرف الناس إزاي يشتركوا في القنوات وإزاي يشتركوا فيديوهات وتفاصيل يعني أروح أشتركوا في الحقيقة الغائبة لو عايزين تشوفوا أي فيديوهات مستقبلية ماشي ما تنسوش الله الوطن السيسي تحية مصر اسموها الأخير على فكرة أنا بعدت رسالة لأستاذ محمد ممدوح قناة سامري قلت له ربنا هديك يا محمد قلت له ربنا هديك يا ممدوح وتفهم حقيقة اللي بيحصل في العالم لأن لو في قناها تفهم لو في يوتيوبر ممكن يفهم اللي بيحصل في العالم حيكون محمد ممدوح هو الوحيد اللي ممكن يكون فيه أمل لأن البقيين اللي عندهم أجندات خاصة واللي واخدينها سبوبة ما لهوبش في السياسة من أصله لو فيه واحد منه أمل هيكون محمد ممدوح وده لو محمد ممدوح فهم القصة صح وصدق الكلام اللي أنا بقوله هيكون مفيد قوي للشعب المصري لأنه بيشوفه ملايين وحيعمل تغيير يعني أتمنى أن ربنا يهديه ويفتح قلبه ويفتح عينيه ويعرف اللي بيحصل في العالم سيكون مكسب كبير للمصريين لأنه عندهم ملايين يتابعوه ادعو ادعو اهديك يا محمد ممدوح وتفهم حقيقة السياسة وتصدق مستر جلاد علشان تبقى مفيد للشعب المصري وللشباب العربي كمان أنا بأعمل لعلا يا جماعة والبقى على ربنا وعليكم